الموسم الثلاثة عشر المباراة النهائية وهفكركم بالنتيجة قسنا لقصر مية أبشويل فيوم أربعين أبشويل فيوم عندنا تغيير أصار نصار رجعت مكان نادا محمود ودلوقتي مع الفقرة الرابعة فقرة تحت الضغط يوسف وشعبان شعبان ويوسف يوسف هتروح تسمع أغنية وترجع لناها تاني أحمد شعبان أخبار رقيعة الحمد لله تمام ميلي يدربك حدش يعني ايه مش فا مبارا حكي إنت هتنسى تحت ضغط المتش النهاردة بس أنت جاهز بس أنا عندي سؤال أنتوا عارفين طبعا في الفاينل أي حد لعب قبل كده في تحت الضغط من حقه ينزل تاني بس هم برضو عايزينك أنتا شايف أبرد واحد فيهم ونزلوه كده عادي آه عايزين أهدى واحد فيهم ماشي حلو أبرد دي عجبتني طيب نتطمن على يوسف هالحقيقة تصرف غريب شوية منكو ولكن طبعا أنتوا أحرار تحت الضغط كاونتر في أي قارة تقع صحراء سونورا آسيا غلط هكذا تكلم زرادشت وكتاب صح ما هي واحدة قياس كمية المادة في الكيمياء مول صح بلادي عرب هي أغنية المطرب مصري معاصر فمن هو شام عباس غلط ما هو أول بنك أصدر عملة ورقية في مصر عام 1899 بنك مصر غلط في عهد أي ملك مصري تم بناء معبد الرامسيوم 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 صح من هو أكثر مدربين العرب حصولا على كأس الأمم الإفريقية باص قد القدر شعبان أربع عجبات من عشرة ولكن أنا في رأيي شخصي إن كان فيه أسئلة سهلة جدا تتجاوب أكثر مدربين العرب حصولا على كأس الأمم الإفريقية سنجحات سليم عايزين يوسف ينضم لنا هو انت حادي قوة بس لسيادة يوسف عايزين عارف إلي حصل طيب أنا قلت العشرة أسئلة كاملين تحت الضغط كاونتر في أي قارة تقع صحراء صنورة أفريقيا غلط هكذا تكلم زرادشت صح كم عدد الساعات في أربعة أيام باص فنان راحل قام بدور محمد في فن الرصاصة لا تزال في جيبي دور الشريف غلط كم عدد اللغات الرسمية في دولة بلجيكا اتنين غلط ما هي واحدة قياس كمية المادة في الكيمياء المول صح بلادي عرب هي أغنية المطرب مصري معاصر فمن هو هاني شاكر غلط ما هو أول بنك أصدر عملة ورقية في مصر عام 1899 بنك الأهلي صح جهري حسن شحاد حسن شحاد كم إجابة صح؟ أربعة من عشرة وأربعة من عشرة تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش في أي قارة تقع صحراء سنورة في أمريكا الشمالية كم عدد الساعات في أربعة أيام؟ 96 96 هي الصعبة ولكن في تحت الضغط بتبقى صعبة فنان راحل قم بدور محمد في فن الرصاصة لا تزال في جيبي انتو الاتنين قلتوا نور الشريف وهو محمود ياسين السؤال السابع بلادي عرب هي عنية المطرب مصري معاصر الكنج محمد منير السؤال العاشر طبعا الكابتن حسن شحاد كلنا الحي يوسف وشعبان شعبان ويوسف النسيرة تغيرت ولكن الفرق دايما هو يوسف كنت كام؟ شعر أربعين واربع عجبات صحة بقيته ستين شعبان كنت كام؟ تمانية واربع عجبات صحة بقيته مية وعشرين ودلوقتي مع الفقرة الخمسة فقرة دربات الجزاء دربات جزاء خمسة وعشرين نقطة المدرسة واحدة بس أثار وعاطف عاطف وآثار السؤال الأول فنون من قام بإخراج فيلم سوبر ماركت بطولة نجلاء فتحي وعاد الأدهم وعبد العليم من تأليفه وإخراجه مين؟ شعر فتشري فعلا؟ طبعاً إجابة خاطئة أحمد البدري؟ أحمد البدري طبعاً إجابة خاطئة محمد خان؟ طبعاً محمد خان ومن أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية طار الهدف الأول من المدرستين محمود ويوسف يوسف ومحمود السؤال الثاني معلومات عم ما هي العملة الرسمية لدولة باراجواي بيزو باراجواي مش بيزو إجابة خاطئة تم إصدارها لأول مرة سهت 1944 وتسمى نسبة لسكان باراجواي الأصليين اخترع عملة لا شاتي زيناء لا انت دوست على البزر هتجاو البراجواي وحمود طبعاً إجابة متحكة حد عارف باراني باراجواي الجواراني عملة الجواراني الهدف الأول لسه مجاش نورهان وأحمد عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب ونورهان سؤال الثالث تاريخ أنهت معاهدة فرحات باشا الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وإحدى الدول عام 1590 فما هي فرحات باشا كان قائد الجيش العثماني ضمت الدولة العثمانية جنوب الكوكاز إجابتك اليونان اليونان إجابة خاطئة ضمت شمال الكوكاز وجنوب الكوكاز وشمال غرب إيران إجابتك روسيا الإمبراطورية العثمانية في الفترة دي خاضت حروب كتيرة جدا ضد الدولة دي نورهان إجابة خاطئة مين الدولة اللي كانت في إيران؟ صفوية طبعا دولة صفوية ثلاث أهداف طاروا من مدرستين ماركو وشعبان شعبان وماركو في مباراة نهائية ثلاث أسئلة ما يتجاوبوش في ضربات الجزاء صعبة جدا ماركو وشعبان شعبان وماركو أسؤال الرابع كغرافيا في أي دولة أسيوية يقع نهر كفاري طول النهر 800 كم من الأنهار إجابتك الصين الصين إجابة خاطئة ماركو باكستان باكستان إجابة خاطئة يصب في خليج البنغال من الأنهار المقدسة في الهند هارد لك تفضلوا أربعة سئلة ما تجاوبوش وفي الحالة دي هنلعب على الهدف الزهبي سؤال ليه كنتوا التمانية يعتمد على السرعة الهدف الزهبي حي المسألة الآتية تمانية وتمانين في تمانية زائد تلتمية وتلاتين في أربعة يسوي كام إجابتك 424 إجابة خاطئة أخذ إجابة حالة 2024 إجابة صحيحة 2024 أحمد عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب جئت من لوسر علشان السؤال ده سؤال بـ 25 نقطة 145 إسنا لوسر 60 أبشواي الفيون مباراة صعبة تفتح على فريق أبشواي الفيون المباراة من أولها فريق إسنا واخد الموضوع بهدوه جدا وفريق أبشواي قلقانين جدا ومتوترين جدا متسرعين جدا إجابة صحيحة شايف المباراة صعبة أي خطأ مننا ممكن يضيع مننا فرصة الفوز بمركز الأول كان عندي إجابة أكتر لتعدم التركيز وتوطر أثر على أدائي طبعا فرق السكور كبير ما قلتش فرق المستوى أبدا الحمد لله قدرنا نوسع الفرق قبل عجرة الحظ إن شاء الله نحافظ على التركيز ده ونكسب المركز الأول عجرة الحظ لازم مش تبتسم لازم تبتسم جدا 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 الاتنين يستحقوا اللقب ألف مبلوك عليهم وخلينا نكمل ماتش النهاردة ونشوف إيه اللي حيحصل مع عجرة الحظ هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة فقرة عجرة الحظ والعباكرة وبكده طلاب مصر جمعوا خمسة وستين نقطة بفقرة تحت الضغط وضربات الجزاء وكل نقطة باربعين ألف جنيه بما يساوي اتنين مليون وستمائة ألف جنيه ويبقى الرسيل لحد دلوقتي تمانية مليون ومتين ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس التقومية في مصر اشتركوا في القناة